السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ديديا العساء من قناة كريفتو بالحزانية هذه القناة نقدم فيها كل جديد فيما يخص العملات الرغمية وطرق والربح منهم وفي آخر الفيديوهات نشرنا عن عدة مشاريع قوية وسنواصل إن شاء الله في دراسة أقوى المشاريع التي يمكن أن نربح منها ربح قوي جدا تكلمنا مؤخرا عن عملات الكورساتوشي ومنهم عملات الشادو السواب التي ضربت المائة إكس طبعا قادمة صفحة الواحد ومنهم عدة عملات ألف شي ضربت عشرين إكس وعدة عملات آخرين طبعا الليلة سنتحدث عن مشروع ليس بعيدة عن كورساتوشي طبعا في نفس المجال لكن قبل أن نتحدث عن مشروع سأنوه إلى مشروع للألف جي الذي فتحها لبول اللي هو ستيكينج طبعا عندك الخيار تقوم بستيكينج مغلق أو مفتوح من هذا الخيار أو إذا كنت تريد طبعا إذا كان مغلق أنت تختار كمية مثلا أنه أغلقت ألف إلى مدة شهرين طبعا أنت تختار كم أسبوع طبعا عندك هنا أيضا مفتوح إذا كنت تريد تضع فيه شيء مفتوح تضع هنا تربح لي مفتوح أي وقت ممكن تسحبه عندك طبعا تستيكي هنا بعض الألف جي من أجل تربح عملات Core ID هو مشروع جديد للنطاق لكي يكون عندك تحصل لديك اسم على الإنترنت على شبكة الكورساتوشي طبعا في عدد طبعا مشاريع على شبكة الكورساتوشي يوميا ومن أهم هذه المشاريع مشروع جديد اسمه ها هو اسمه الـ iDAO الـ iDAO Core معناها أول مشروع للذكاء الاصطناعي على شبكة الكورساتوشي وهذا مشروع قوي طبعا بعد دراسته كثيرا ستشاهدون هنا أول هذا هو الـ Discord طبعا عندكم الـ Free 200 Whitelist معناها فيه Whitelist 200 200 طبعا شخص Whitelist طبعا ستعطى من أجل الدخول في الـ iDAO طبعا البيع المسبق لهذه العملة الشرط ما هي Follow معناها متابعة العملة متابعة تويتر طبعا وتقوم بمتابعة أيضا كما سنشاهد هنا سيكون أكثر أضحة على تويتر هنا تويتر هنا هنا ستجد فيه أولا تقوم بـ Follow هذه عملة يعني صفحة المشروع على تويتر وتقوم ذلك أيضا بمتابعة الكور DownDaily معناها هذا أيضا تابع لهم وهي صفحة طبعا للمشاريع يعني تحديثات اليومية المشروع الكورسات أو شي ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تقوم به بهذه المهام تقوم به ريت ويتر وتأخذ ثلاث أشخاص طبعا تشيري لثلاث أشخاص تأخذ وفرين وهون عندك جوين تليجرام تنضم القناة تليجرام وفي الأخير تنضم القناة تهم ديسكورد هذا طبعا Claim Your Whitelist من إذن أن تأخذ ويتلست طبعا ويتلست هنا أعتقد بأنها ستقسم إلى 200 فقط free معناها 200 سيتم السماح لهم بالبيع في الويتلست 200 فقط والآخرين سيدخل هنا بشكل طبيعي طبعا هناك شراكة بين هذا المشروع والCoreDownDaily هناك شراكة هناك شراكات لهذا المشروع كما نشاهد هنا طبعا هنا صفحة النفتي الذي سيطلق على على هذه على أي شرحناها سابقا اللي هي اليوغ سيتم اطلاق عليها مشروع سيتم طبعا اطلاق عليها NFT هذا المشروع وهذا الـ NFT اسمه IDAU NFT متى بعد عشرة أيام بعد عشرة أيام سيتم اطلاق عليها NFT هذا المشروع طبعا ستأتي إلى هنا سترك لكم رابط في الوصف أو لغنات Telegram ونوه لانا المشروع تابعي بعض الأصدقاء في قناة Telegram وطبعا نبحث في المشروع واكتشفتوا أنه مشروع جيد وهو طبعا مشروع أول مشروع لذكاء الصناعي على شبكة الكورس طبعا عندما يبدأ انتلاهم لا ينقصك إلا أن تأتي لفيو لانشباد طبعا تدخل هنا وتبدأ في مشاركة في هذا الشراء هذا الـ NFT طبعا من هنا سعر الـ NFT هنا واحد كور يعني سعر بسيط تتشتري منها ماذا تريد منت برايز طبعا هنا منت منبر حد منبر في هذه المنصة يكون السعر هذا والمنت برايز هذا هو طبعا فيه شروط من أجل أن تدخل به تكون منبر في هذه منصة لوق بارول للـ NFT وهي أكبر منصة لـ NFT وشي طبعا مع ميداز فيها أخرى اسمها ميداز طبعا يبدأ يوم 22 مارس ويتلست يمكن يقوم بمنت مجانا هذا الـ NFT مجانا هذا بالنسبة لـ NFT هذا المشروع إذا نذهب إلى أشياء أخرى وهو الورقة البيضاء لهذا المشروع نعني طبعا ندرس في هذه الواقع البيضاء ورقة جيدة طبعا هنا يبدأ بمقدمة وهي اقتربة الذكاء الاصطناعي تشتغل التغيرات لأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخلق ملايين الولائف الجديدة ويضيف ما يصل إلى 13 تريليون دولار إلى الناس محل الإثمار العالمي بحلول عام 2030 طبعا هذا أهم الأخبار حول مجال الذكاء الاصطناعي الذي سيدخل في مجال العملات الرقمية طبعا هي عبارة عن منصة نقول لتقريب أو لفك الارتباط بين الفك طبعا الفجوة ليس الارتباط من أجل ربط وفك الفجوة بين الذكاء الاصطناعي والبلوكشين طبعا هنا طبعا عندما تأتي الويت فيبر تقرأ عنها كثير من المعلومات عندما تشاهد هنا ستجد أن هذه المنصة أو هذا المشروع الذي هو طبعا عن التداول الالي وهو مشروع الالغورون اذا كان مشروع طبعا للتداول الالي مشروع طبعا هي فيها الخاصة التداول الالي وبهي طبعا دردشة جات GBT 3 وبهي طبعا الأسواق المركزية وبهي أيضا عندك هنا العاب تعتمد على الذكاء الاصطناعي وبهي الـ آي انف تي NFT تابع على الذكاء الاصطناعي وفيه طبعا لانشباد معناها إطلاق المشاريع على هذا المشروع طبعا هذا المشروع سيكون منصة إطلاق المشاريع فيه الداو طبعا وهي عبارة عن يعني الحوكمة الحوكمة يعني نقول نحن كالإدارة حوكمة لهذه العملة طبعا لتقوم به هم القرارات التي ستنفذ على هذه العملة طبعا وهي المركزية طبعا وهي طبعا معنها تمويل المركزي يعني هذه عدة أشياء يتم به هذا المشروع طبعا المرحلة لله هي إصدار الوسائط الاجتماعية وورقة البيضاء ها تم إصداره نشر الموقع طبعا إنشاء عقد ذكي سيتم إنشاء عقد ذكي التدقيق طبعا الآن بادئين في التدقيق مرحلة ثانية دردشة سيتم فتحها الميت NFT طبعا 5555 NFT سيتم اطلاقها بيعها في إشارة هنا نعود إلى Discord وننظر إلى هذه المعلومة طبعا بالنسبة للنفتي مكتوب لك هون هنا في معلومة هنا عن النفتي رأي سون ايدو will launch a limited 3D NFT طبعا سيبلاي عدد كل لهذه NFT 5555 on the top NFT market طبعا أول شيء NFT will be made up liquid in the partnership in the token pre-sale round 1 معناها أول شيء سيتم اطلاقها طبعا على شكل pre-sale طبعا تنبع وكما شاهدنا الآن على منصة اليوغو parol مسأة الثانية الألف الأولى الألف مينتي NFT will get an i-drop معناها ألف من هذو المينتي سيتم يعطيهم i-drop معناها سيتم منح i-drop لألف من الذين يحملون قاموا بـ mint هذه NFT الخاصة بهذا المشروع هذه أيضا معلومة أخرى طبعا هنا شرحتها مقابل من أجل الدخول للدسكورد يبدو معقاة شوي عندما تأتي ستجد verification هنا تضغط عليها سيأتي يرسل لك إلى هذا هذا رابط من أجل التحقق ستجد هنا كلمة مكتوبها here click here وهم يتحققون منك وينتهي الأمر طبعا هاي طريق التحقق طبعا بالنسبة للمشروع نعتبر مشروع قوي ألا شبك الكورسات وشي عندما ينطلق طبعا سيكون مشروع قوي جدا هذا هو أهم الأخبار حول هذا المشروع ننظر قليلا إلى موقع العملة لكي نشاهد أين وصل طبعا التحديثات ندخل على موقع العملة كما تعلمون مشاريع الكورسات وشي أقلبيتها طبعا حصلنا على أرباح منه كثيرا وهذا ما جعلنا دائما نهتم بمشاريع الكورسات وشي ننتظر الموقع لكي نشاهد أخر التحديثات حول الموضوع طبعا هذا هو الموقع طبعا عندما تجد الموقع تجد هنا white paper هنا smart contract معناها audit معناها التحقق من هذا المشروع عن طريق smart contract طبعا هنا IDO لم يتم فتحه حتى الآن طبعا هذا IDO هنا طبعا مقدمة عنها المشروع وفيه أيضا هنا تفاصيل يعني كنت تريد تضيح إلى Discord متابعة آخر أحداث هذا المشروع طبعا mint sun go to the NFT launchpad طبعا هذه NFT تضغط هنا NFT التي كنا تحدث عنها اليوم 23 مالس هنا أضاف 23 مالس هذه هي نفتي التي سيتم إطلاقها طبعا هون استخدامات هذا المشروع الطوي وهو كما تحدث عنده سابقا DeFi IDO Down طبعا اللعاب متركز على ذكا الصناعي Marketplace والسوق NFT وطبعا شات GBT مع ذكا الصناعي تعطيه طبعا سؤال هو يجيبك والAutomate Trading معنا تداول عن طريق ذكا الصناعي هاي طبعا هم من ميزات هالمشروع هاي random up تجدها بالأسفل في فاز الأول طبعا الثاني نحنا الآن بدأنا أعتقد نحنا هنا في الأول الثاني Create Smart and Add Down Smart Contract طبعا في اشياء ايضا مهمة وهي Staking طبعا اي مشروع يقوم بStaking دائما ما تسعد العملة طبعا Marketplace في ايضا First Stake Listing مع نسيط المطلاق وطبعا منصات مركزية هاي اول يعني ادراج وسيتم ايضا ادراجه مرة اخرى Second Sec Listing سيتم ادراجه مرة اخرى على عدة منصات اخرى مركزية طبعا في الأسفل ستجد ان رمز العملة هذا هو وشبكة Corsatoshi طبعا عدد الكلي 500 مليون Max Supply يعني هذا شيء جيد اذا المشروع عنده Max Supply هي دائما ما تكون قوية ويكون في عدد محدود من العملة مما يسمح لك مسمح بالعملة بان يكون عليها hype ويكون عليها تجاه مهم من المستثمرين الذين يبحثون عن عملات قوية طبعا هذا توزيع هالعملة Precel 10% و Liquidita 10% طبعا طلاق المشاريع على طبعا مصات مركزية طرح 10% من العملة وتخزين على 20% و Staking 20% وتروزولي طبعا 10% و Developper 10% ننزل الأسفل هاي طبعا تكون كليزوا عن هالمشروع Frequent طبعا هون بعض المعلومات تشرح المشروع إذن موقع قوي وطبعا مشروع قوي طبعا موقعهم أيضا جذاب طبعا هون من IDوس سنتابعه لرنيت لتربح فيها وشعر RGB هذا كل تتم تراق من هذه المناطق إذن هذا هو المشروع الذي سنشاء الله نتابعه وأرجو لكم أن توفيق إن شاء الله ولا تنسوا متابعه ومشاركه في قناة حتى يصلكم كل جديد وطبعا تابعونا أيضا على قناة Telegram كريبتوب الحسانية طبعا نطرح فيها طبعا بعض الأشياء لا نقوم بإنشاء فيديو عنه طبعا هنا بعض الأشياء لا نجد الوقت وبعض الأحيان لا يستحق فيديو لكن نحن نشره مباشرة أنت دمكن تستفيدنه هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته